اشتركوا في القناة خوات دنيا والفعاليات المجتمعية المشاركة في الرحلة يحرصون على نشر مظاهر الاحتفال بيومنا الوطني في كل موقع يقومون بزيارته ضمن برنامج رحلتهم السنوية رحلة مجلس خوات دنيا السنوية في مجلسها السابع إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة تأتي بمشاركة جمع من الفعاليات الوطنية اجتملت على عدد من الرحلات بين مختلف مدن ومحافظات الجمهورية وركزت على زيارة مدينتي الفيوم وبور سعيد ليتعرف المشاركون فيها على جماليات هذه المناطق المميزة وعلى ثقافة أهلها الكرام ويشاركون معهم أجواء احتفال المملكة بأعيادها الوطنية كنت معاكم في الاحتفالية ديت وأنا حريصة كل سنة أن أنا أحضر معاكم الاحتفالية وطبعا شعب البحرين شعب جميل وشعب كله أخوة وكله حب طبعا ناسهم طيبين جدا 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 وطبعا فرحانة جدا وسعيدة أن أنا بشارك معاكم وأول ما عرفت أن أنتم مسافرين الفيوم طبعا في معالم مصر فحبيت أن أنا أشاركم الفرحة ديت شعب البحرين بيجي دايما العيد الوطني للبحرين بيكونوا دايما يعني مهتمين بالموضوع ده وبيعندهم موضوع الوطنية ده كويس جدا يعني بصراحة أنا بشوفه فيهم بيسوي أشياء بسيطة وكده وتكلمهم مع المصريين طبعا مش كل المصريين عارف العيد الوطني فيفهموهم وشعب طيب كده وبيكون في روح حلوة منهم يعني في عادات وتقاليد بنشوفها إحنا ما نعرفهاش في مصر قوي عنهم فبنشوفها بمبسوطين جدا بشعب البحرين وربنا هيده معلومة نعمة يا رب إن شاء الله بإذن الله ويحتفل كل عام بالعيد الوطني إن شاء الله جولات سياحية برامج ترفيهية نظمها مجلس خوى الدنيا بين محافظات مصر الشقيقة عبر فيها المشاركون عن مشاعرهم الوطنية وملامح الاحتفال بالعيد الوطني لفتت هذه المشاركات أنظار أهالي المناطق التي زاروها وحضيوا بفرصة التفاعل والتشارك مع أهلها في أجواء يملأها الحب والإحترام المتبادل طبعا هذه أول مرة أنا شارك في الاحتفالات في خارج المناطق البحرين وصراحة شي جديد علي أنا وحبيت صراحة لأفتم الأخوان المصريين ويانا لشاركون الاحتفالات وهذا شي مبغريب على أخواننا في مصر الاحتفالية كانت جدا منظمة أمرتبة من قبل المجلس وكان الجدول جدا منظم ساعدنا أن نعرف على عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى مفاهيمنا الاحتفالات العيد الوطني مع الشعب المصري ولاقى رواج ولاقى جدا قبول من الشعب المصري مهما كانوا يشاركون معنا في احتفالياتنا فكنا نحس أننا في مكان واحد في ديرة واحدة من التجارب اللي جدا جميلة واللي مستعدة أخوضها سنوات عديدة خارج مملكة البحرين باحتفالا بعيادنا بحب وبكل امتنان شعارات أعلام وأوشحة ازدانت بها الفعاليات البحرينية المشاركة في الرحلة السنوية التي ينظمها مجلس خوات دنيا أكد خلالها المشاركون على ما يحملونه لوطنهم من مشاعر وطنية خالصة تؤكد أنهم على العهد باقون وفي حب هذا الوطن متفانون بين بور سعيد والفيوم تتجدد المشاعر الوطنية ففي كل رحلة يعبر المشاركون فيها عن حبهم للبحرين بأسلوب خاص ليساهموا في نشر معالم الاحتفال بالأعياد الوطنية في تلك المواقع السياحية من جمهورية مصر العربية خول للي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين